اشتركوا في القناة في مقاطعة عراكاتسون وعلى حفة وادي عميق وخلاب يجري فيه نهر كاتساغ في بداية القرن الرابع أسس الكنيسة القديس كريكور المنور وفي عام 554 ميلادية تم تبديل السقف الخشبي للكنيسة بسقف من الحجر المقدر وفي عام 1216 إلى 1221 بنى الهيكل الرئيسي للكنيسة بأمر من الأمير باتشي واتشونيان وأضيف عليها بناء الكنيسة عام 1250 من قبل ابن الأمير باتشي هذه الكنيسة كانت واحتفظة بحالة خراب وتم تجديده وأعماره بالكامل في الفترة الواقعة بين 1652 و 1734 ميلادية ومنذ القرن السادس اعتبرت هذه الكنيسة مقر لرجال الدين الأرمن ويوجد حوله العديد من القبول وفي مختلف الأصول كانت حولها قرى ومزارع وحدائق ومراعي وطاحنات تعمل على الماء وعلى جدران الأبنية وجدت والحد الآن توجد مخطوطات ونقوش حجرية تعود للقرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر المخطوطات هذه تتحدث عن التفاصيل ومعلومات قيمة عن أسلوب وتأريخ بناء الكنيسة وتواريخ أعمال الصيانة التي أجريت عليها والتبرطات التي كانت تقدم للكنائش وهذه الكنيسة كانت مقر للكتاب والمؤرخين وكانت فيها العديد من المخطوطات اليدوية التي ما زالت قسم منها وبحدود الكشرين مخطوطة محتفظة في دار المخطوطات في ياربان وفي هذه الكنيسة يوجد قبر يوجد قبر مدفون فيه أصبح الخنصر الأيمن للنبي يحنى المعامدان توقفنا السابع عشر هنا عاشر وألف القاص ومؤرخ القرون الوسطى زكريا الكامان في ارتسي وكتب قصة كنيسة يحنى المعامدان وفي بداية القرى التاسع عشر توقفت أنشقة هذه الكنيسة أصقانا الأعزاء نرجو أن تعملوا مشاركة لهذا التقرير لمعجبكم ليتسنى لأكبر عدد من الأصقاء والمتابعين لمتابعتهم وشكرا لكم وإلى اللقاء في تقرير آخر آرارات السياحة مايسيانسي سيشارك سيشوريا ترجمة نانسي قنقر يفعي من الأعزاء أمين